نروح لموضوع مهم جدا تكلمنا عنه في بداية الحلقة وهو تتشين طيار لبرالي جديد في مصر قبل عيد الاضحى ويمكن انا ذكرت لحضراتكم وقلت لكم ان اي حراك بيتم في مصر فاحنا بنثمن هذا الحراك من باب انه حراك ايجابي للبلد وحراك من اجل التغيير زي ما انتم شايفين كده على شاشة تتشين طيار لبرالي في مصر قبل عيد الاضحى بيضم الاحزاب اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي يعني في التفاصيل بتاعة الخبر بنقول ان هناك طيار حر هذا اسم الطيار اللي هيتم تتشينه الطيار الحر بيضم في عضويته تلات احزاب الاحزاب ايه هي حزب المحافظين الاصلاح والتنمية والدستور وقالوا كمان ان ربما يكون في حزب رابع وهو مصر الحرية مش بس احزاب بس هيكون هناك ايضا عدد من الرموز السياسية الشخصيات العامة رجال الاعمال والرقم بتاع او العدد اللي بتاع الرموز السياسية والشخصيات العامة بيتكلموا حوالين عشرين شخصية حتى الان ربما تزيد هذه الاعداد ويزيد هذا الرقم ربما تنضم شخصيات اخرى سياسية رجال اعمال اخرون ده اللي هنكشفه في الساعات القادمة وقالك اسم كمان ان الطيار الحر ده اصبح لدي مقر مؤقت يعني اذا هناك خطوات جدية في هذا تتشين هذا الطيار في احد مقرات حزب المحافظين وانهم هم يبدأوا يمرسوا فعلياتهم وانشطتهم من هذا المقر ونوه الى انهم باتوا في المرحلة الاخيرة التي تسبق الاعلان الرسمي عن تتشين الطيار قبل سنة فاتت يا جماعة اعلنت احزاب وشخصيات كانت محسوبة على الفكر الليبرالي انهم بيعتزموا العمل على تتشين طيار لبرالي جامع باسم الطيار الحر بحاول ارجع كل سنة فاتت عشان نعرف مع بعض ان لكل نتيجة مقدمات النتيجة اللي بنشوفها من تتشين الطيار الحر كانت لها مقدمات منذ سنة ماضية وقالوا ان تأخر الاعلان طب ليا جماعة من سنة ما اعلنتوش قالوا ان تأخر الاعلان الرسمي عن تتشين الطيار الحر بيرجع لنقطة مهمة جدا وغاية في الخطورة والاهمية وهي ما تمنع اي انسان على الاقدام على اي خطوة ايجابية المص هي التضييق الامني والظروف السياسية الصعبة والعمل السياسي داخل مصر مش مناخه مش جيد جدا لوجود تتشين طيار او الاعلان عن طيار لبرالي او غيره من الطيارات او غيره من الحرقات وقالوا ان هم بيعملوا طبعا في ظروف غير عادية وما فيش تنسيق بين السياسيين بعضهم البعض طيب احمد حيال اذا اردنا ان نقول مرة اخرى لربما الشيء بالشيء يعني يظهر ويوضح هنا نضع على رأس هذه الاحزاب التلاتة الرؤساء الاحزاب طبعا الاستاذ هشام قاسم طبعا الحقوقي المعروف نعم يعني هي كان نشرب بيها على شاشة الشرق ايضا وارائي في السوشال ميديا رائعة وواضحة وراجل له مسامات صحفية في المصر اليوم ولو تاريخ جميل جدا حقوقي وصحفي واعلامي وسياسي ايضا هو اتحدث عن ثلاث احزاب تداشن الطيار الليبرالي الحر الك حزب المحافظين ثم حزب الاصلاح والتنمية ثم حزب الدستور طبعا حزب الدستور على رأسه الأستاذ جميل اسماعيل العلامية والسياة المعروفة حزب الاصلاح والتنمية الأستاذ محمد أنور السادات وحزب المحافظين الأستاذ أكمل قرطة طبعا ثلاثة أسماء من الشخصيات حقيقة الوطنية لأصحاب حلاء له مواقف رائعة في الفترة الماضية ربما يكون في حزب رامع كمان اللي هو مصر الحرين يعني حتى الآن حقيقة لم يتم الإعلان إنما ربما قالك تلما خدنا مقر إذن بدأ الأمور أحمد عايز أروح يا حضرتكو أيضا شهادات الآن نحن طبعا نعرفين حضرتكو في الشارع بنحاول الآن نحن نتنوع معاكو في ملفات واحد من الأكاديميين واحد من أيضا النشطاء المعروفين وهو دكتور عمر هاشم ربيع الراجل من الباحث أكاديمي في مركز الأهرام للدراسات السياسية بقى له فترة حقيقة له تصريحات أنا بعتبرها خارج مش خارج السندوق ولكنها أكثر شفافية ووضوحا وصراحة في هذا الوقت لم نجده عند الآخرين دكتور عمر هاشم ربيع تكلم في تصريحات للبي بي سي عن انتخابات 2024 وإن هي مختلفة عن انتخابات 2018 واختلافها هتفضل دايما كلمة السر هي الإخوان ماذا قال الدكتور عمر هاشم ربيع مهم قوي نسمع واحد من الأصوات اللي تعبر عن الواقع في ظل إرهاصات ما يعرف بانتخابات الرئاسة القادمة البيئة مختلفة سياسيا كان فيه تهديد طبعا من جماعة الإخوان وكان لسه موجود بعض بقاياه يعني أصبح الآن ما فيش تهديد اللي بنتكلم على فيه مشكلة اقتصادية متفقمة طبعا أكتر عن الوضع بتاع 2018 أوضاع اجتماعية ونسبة الفقر طبعا زادت وفقا لمؤشرات البنك المركزي عفوا اجتماعية متفقمة العامة وإحصاء فأكثر من الوضع عام 2018 فيه نوع من الرغبة في الانفتاح في المجال العام عن 2018 فيه حوار وطني فيه كلام على إن الرئيس هيستجيب ليه قرارات أو الاقتراحات اللي هيطلع بيها الحوار الوطني لا المناخ مختلف فيه كلام على كمان عن تعددية في المرشحين طيب هو بيتكلم زي ما انت قلت يا سيد احمد هو طب احنا عندنا نقطة مهمة جدا هو إيه اللي حصل في 2018 ايه يا عم انت مش عارف اه كلنا عارفين إيه اللي حصل في 2018 طيب هو الراجل بيقول كلام غاية في الاهمية هوحنا يا جماعة لو أنا بسألكوا دلوقتي انتوا عايزين سيناريو 2018 في الانتخابات الرئاسية يتكرر تاني انا طبعا ازع من الاجابة معروفة وهي اي غيور على البلد واي وطن يقول لك لا يا عم احمد مش نقصين 2018 ايه وكمبارسات ايه واللي حصل ده كان لا يليق لا بمصر ولا يليق حتى بالناس والله العظيم حتى انا مشفق عليهم جدا الناس اللي هي دفعت بنفسها ووفقت ان هي تكون في هذا الشكل اللي بصراحة يعني ما ينفعش يكون فيه بني ادم حر او وطني او شريف طيب فعمر هاشم ربيع بيقول احنا يا جماعة محتاجين بجد يعني ما يتقررش السيناريو بتاع 2018 وقال كلام غاية في الاهمية عن تحديدا عبد السنة دي اماما تعالوا اسمعوا مع بعضا في المجال مفتوح يعني كل شخص او كل قوة سياسية يتجد فيه امكانية انها طبعا كلما كانت فيه انتخابات تعددية كانوا افضل طبعا من انتخابات المرشح الواحد او انتخابات فيها ثلاث او اربع اشخاص افضل من الاتنين لكن امكانية طرح بديل أمر مهم يعني بديل حقيقي هنا مش بديل وهمي يعني مش عايز اعمل ازي انتخابت 2018 يجي المرشح البديل ويقول انا مافيش افضل من المرشح السلطة طبعا احنا عملنا مرشح بديل ازاي يعني لما يكون مرشح بيدي بديل حقيقي وواقعي وقابل الاقتناع أو الإدراك ونصق وزهن الناخب طبعا هيبقى أفضل من أنه هو يكون مرشح مجرد كرتوني وده ازاي نحكم عليه؟ ده يبقى بقى في سلوك المرشح وسلوك الحزب ودعايته الانتخابية وحملاته هيبقى من هذه التحركات يعني كان باين جدا جدا أنه مرشح كرتوني في 2018 ما كانش محتاجة أي حاجة أنها تثبت ده يعني ما كانش محتاجة جهد أنها تثبت ده لكن طبعا في 2023 لدينا أكتر من مرشح في الشكل دين رايح حددتك في تصريحات فلازم يكون فيه برامج محددة وتخترق المجال ما فيه هي طبعا تقول عمر عاش المربيب ولك اقوعة تاني نشوف موسى مصطفى موسى يمامة مصطفى يمامة هي هتبقى شتمة هي بقت خلاص يعني يعني يقولك عايت تعيش راجل ولا تبقى مصطفى موسى مصطفى موسى ها بعد كده طبعا الكلام ده كان 2018 لحد النهاردة سنة جاية تعيش راجل ولا تبقى يمامة مصطفى يمامة مشكلة أخرى اللي حطوا نفسهم في الخانة دي طيب بعض الأسواد بتتكلم كتير حاولين ماذا ترشح السيسي الفترة اللي جاية يترشح مش هترشح أصل عايز أصل مش عايز أصل المؤسسة العسكرية أصل الناس مش عارف ايه حقيقة الكلام ده ايه طور عمر هاشم ربيع اللي هو رأي فيه حاولين ترشحه من عدمه ومين اللي حيتحالف معاه ويدفعه ويدعمه ووجوده في الساحة الفترة الجاية من عدم والله يسميها برضو لشوف فيه كلام ذكر عن هذا الكلام أنا غير مقتنع بيه بالمرة هل هي رسائل متضربة النظام بيسعى اليها من خلال التشديد؟ ممكن تكون جزء من البلونات الاختبار لكن لكن أنا أنا تأديري إن إن رئيس الدولة رئيس عفتاح السيسي هيرشح نفسه وهيكون مدعوم من سلطات الدولة المختلفة وعلى أصل المؤسسة العسكرية وإن المؤسسة العسكرية ما أعتقدش أنها يعني مفيش بديل يعني مفيش مفيش بديل مطروح له من المؤسسة العسكرية ذاتها ولا من خارج المؤسسة؟ لا من المؤسسة العسكرية سواء أساك من الدخلة أو من خارجها يعني مفيش مفيش في اسم ذكرته بعد المواقع الأكبرية بما إن حضرتك في معرض الكلام اتكلمنا عن تصريحات الأساس محمد أونور السادات إنه كان المرشح المفاجأة كان هو محمود حجازي مثلاً وهو ده من داخل المؤسسة العسكرية شوفي أقولك على حاجة لازم يكون فيه نوع من الاستعداد ما ينفعش الجبيدي حد جايب البرجوت وتقيه ده هو ده المرشح ده مرشح السلطة ما ينفعش لازم يكون فيه نوع من الاستعداد الغاية دلوقتي يعني ما أعتقد الاستعداد دوت لازم يكون قبلها بسنة يعني لازم يكون قبلها بسنة ما ينفعش يكون ده يمكن عم مش عايز أقول أكتر من كده يعني يعني لكن ما ينفعش قبل فتح الباب